صدمة في أوساط المسلمين في فرنسا بعد أن صادق مجلس الشيوخ على تعديل مشروع قانون يمنع الأمهات المحجبات من مرافقة أبنائهن خلال الرحلات المدرسية ضمن سلسلة من الإجراءات الجديدة التي ستعتمد للحفاظ على الحياد الديني بظن رح يكون في صدمة لأنه أنا بعتبر من الأوائل من المتطوعين بنشاطات المدرسة فلما بدك تجي تقولي لأبنك عمره 7 سنين أو 5 سنين أنه ما بيصير أنا أجي معك على رحلة المدرسة لأنه بسبب حجابي فبظن هذا الشيء هيشكل صدمة يعني هيصير الولد يسأل أين الغلاط بالبيت بالمدرسة بظن يعني بهذا العمر هننا صغار ليستوعبوا هيك موضوع مشروع القانون ينص على منع الأهالي المشاركين في النشاطات مع أبنائهم من وضع أي رمز يدل على انتمائهم الديني وكانت الجمعية الوطنية قد رفضت المشروع أثناء عرضه لأول مرة عليها لكن مجلس شيوخ وفق عليه بأكثرية 186 عضوا مقابل 100 اعترضوا فيما امتنع عن التصويت 159 هذا تطبيق بسيط للقانون الفرنسي الذي لا يرغب في وضع الحجاب في المدرسة وأن لا تضعه أيضاً اللواتي ترافقنا التلاميذة خلال الرحلات المدرسية وزير التعليم قال إن مشروع القانون سيعلق في حال تطبيقه الأنشطة المدرسية لذلك سيرفضه بدعم من الأغلبية الميابية عند تمريره مجدداً لجمعية الوطنية وفي انتظار البت به بشكل نهائي تحركت الجالية المسلمة في فرنسا ضد مشروع القانون وأطلق نشطاء عريضة يجري العمل على توقيعها بواتيرة متسارعة اتجاه فرنسا نحو التشدد في تطبيق ما تسميه الحيادة الديني قد يربق بعض العائلات المسلمة ففي حال تحولت تلك التعديلات إلى قانون أن يمنع الأمهات المحجبات من مرافقة أبنائهن في الرحلات المدرسية قد يؤثر ذلك سلباً برأي مراقبين على اندماج هؤلاء في المجتمع الفرنسي زين عدي العربية باريس